تفضل حضرة صاحب الجلال سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعى فأنعم بوسام النعمان من الدرجة الأولى لسعادة عبدالله بن سعود الأعنزي سفير المملكة العربية السعودية وبتكليف من المقام السامي قام صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بتسليم الوسام لسعادة سفير المملكة العربية السعودية وذلك خلال استقبال سموه لسعادته بمكتبه صباح اليوم للتوديع بمناسبة انتياء مهم عمله سفيرا لبلاده لدى سلطنة عمان وأعرب صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع عن شكره لسعادة سفير المملكة العربية السعودية على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان ومملكة العربية السعودية متمنيا له دوام التوفيق من جانبها اشهد سعادة السفير خلال المقابلة بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين كما عبر سعادته عن اعتزازه وتقديره للتعاون الذي حظي به خلال فترة عمله في سلطنة عمان موسيقى 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 موسيقى